النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاثنين العشرين من تشرين الثاني نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة أهلا بكم تستمر البلاد بالتأثر بكتلة هوائية باردة إلى باردة نسبية في طبقات الجو العليا تترافق سطحيا مع منخفض جويا سطحي كان قد تلاشى عن أجزاء واسعة من شمال غرب البلاد والسواحل والوسط والجنوب والتجه ليؤثر خلال ساعات نهار اليوم على مناطق الجزيرة نلاحظ أن مرتفعا جويا سطحيا سيتمركز في أجواء تركيا يؤثر على منطقة اعتبارة من ساعات نهار اليوم على أجزاء الغربية من البلاد وتستمر تأثيراته حتى نهاية هذا الأسبوع بطقس مستقر مشمس مع حركة الرياح النشطة من وقت إلى آخر بناء على هذا التحليل يتوزع الضغوط الجوية في طبقات الجو كافة نتوقع بإذن الله يكون طقس اليوم الاثنين خريفيا مشمسا على أجزاء واسعة من شمال غرب البلاد والوسط والجنوب في حي يكون غائما ماطرا على أجزاء واسعة من الرقة والحسكة وأجزاء واسعة من الجزيرة تسجل درجات الحرارة خفاضا ملموسا لتلامس 16 درجات مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 3 درجات مئوية في حين تكون الرياح نشطة إلى قوية حيث نحذر من هبات قد تلامس 60 كم في الساعة في المناطق الداخلية في حين تصل سرعة بعض الهبات حتى 70 أو 80 كم في دمشق والأجزاء الواسعة من الجنوب وحتى مناطق حمص وباديتها بالنسبة لأجواء الثلاثاء طقس مستقر مشمسا خريفي معتدل ترتفع درجات الحرارة تسجل 17 درجات مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 3 درجات مئوية تهدأ الرياح وتكون غربية عند 5 كم في الساعة بالنسبة لأجواء الأربعات تعود الأجواء الخريفية المعتدلة مع انتشار للسحب العالية والرقيقة ليكون التقص بصفية عامة غائما خلال ساعات نهار الأربعاء مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتسجل 17 درجات مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 5 درجات مئوية تكون الرياح شرقية أيضا نشطة عند 20 كم في الساعة إذن أهم ما يميز أو ما نحذر منه خلال الساعة القادمة وحركة الرياح النشطة على أجزاء واسعة من البلاد خلال ساعات نهار اليوم الاثنين في حين تكون هذه الرياح هادئة خلال ساعات المساء في التوقعات المتوسطة وبعد مدى نتوقع بإذن الله تعالى أن يكون هناك مخفض جوي جديد يؤثر على المنطقة بكتلة هوائية باردة نسبيا اعتبارا من ساعات مطلع الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى هذا كان كل من يتعالى اقتبرها في حالة الجوية لقادمة الأيام استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون